النهاردة موضوع حليتنا هو المعالجة المحسابية لحركة المخزون والمقصود بحركة المخزون هي عمليات شراء وبيع المخزون طب مبدئيا كده احنا عارفين ان المخزون اصل من اصل المنشأة ومن الطبيعي ان اي اصل يكون له حساب في دفاتر المنشأة ويكون رصيد الحساب مطابق باستمرار لقيمة الاصل الموجود وعلشان ده يحصل يبقى لازم اي عملية مالية تتم على الاصل تتسجل في الحساب بتاعه لكن في منشآت بيكون مخزونها عبارة عن انواع واصناف كتير وبقيم مالية قليلة ومعدل دوران سريع واقرب مسل ده هو السوبر ماركت وبالتالي كان في صعوبة في فتح حساب لكل صنف وتسجيل اي عملية مالية تتم عليه وخصوصا في ظل نظام اليدوي وقبل وجود البرامج المحاسبية والمخزنية الموجودة دلوقتي وبالتالي اصبح في طريقتين محاسبيتين للتعامل مع المخزون وهم طريقة الجرد المستمر وطريقة الجرد الدوري بالنسبة لطريقة الجرد المستمر فهنا المنشأة عندها حسابات منتظمة للمخزون بمعنى ان اي عملية مالية بتتم على المخزون بتتسجل في الحساب بتاعه وبالتالي رصيد حساب المخزون بيكون مطابق باستمرار لقيمة المخزون الفعلي الموجود في المخازن وبكده المنشأة تقدر تعرف حجم قيمة المخزون اللي عندها فأي وقت وبكله سهولة من خلال الدفاتر أما بالنسبة لطريقة الجرد الدوري فهنا المنشأة ما عندهاش حسابات منتظمة للمخزون وعلشان تقدر تعرف قيمة المخزون اللي عندها بتقوم بإجراء الجرد الفعلي على المخزون واللي بنقان عليه بتحدد حجمه وكميته وبعدين بيتم تقييمه ويثبت قيمته في الدفاتر وده بيكون بشكل دوري وعلى الرغم ان نظام الجرد الدوري كان أسهل في تطبيقه من نظام الجرد المستمر وده في ظل النظام اليدوي وقبل وجود البرامج المحاسبية والمخزنية إلا إنه ما بيوفرش المنشأة معلومات بشكل مستمر عن المخزون اللي عندها ولا بيسعيدها في الرقبة عليه واكتشاف أي عملية سرقة أو عجز وتعالوا نشوف المعالجة المحاسبية لحركة المخزون تبقى لنظام الجرد المستمر وناخد مثال قامت المنشأة بشراء مخزون بضعه بمبلغ 100 ألف جنيه نقدر ثم قامت ببايعها بمبلغ 150 ألف جنيه نقدر هنا هنقدم عمليةين مليتين وهما عملية شراء المخزون وعملية بيع المخزون ونبدأ مع عملية الشراء وهنا المنشأة دفعت مبلغ 100 ألف جنيه نقدر مقابل حصلها على المخزون البضاع وبالتالي النقدية قلت في خزنية المنشأة والمخزون زاد في المخازن ويبقى قد الشراء هو من حساب مخزون البضاع بمئة ألف جنيه إلى حساب النقدية بمئة ألف جنيه أما بالنسبة لعملية البيع فالمنشأة قامت ببيع المخزون لتكلفته 100 ألف جنيه مقابل حصله على مبلغ 150 ألف جنيه نقدر وبالتالي المخزون قل في المخازن والنقدية زادت في خزنية المنشأة لكن لاحظ أن الزيادة النقدية أكبر من نقص المخزون بمبلغ 50 ألف جنيه وبكده حصل زيادة في صف الأصول بمبلغ 50 ألف جنيه وبالتالي حقوق الملكية حتزيد بنفس المبلغ لكن في نهاية الفترة طيب تعالوا نشوف المعالجة المحاسبية لعملية البيع أولا حنقسم عملية البيع الخطوتين الخطوة الأولى هي صرف البضاعة من المخازن وهنا حنتعامل مع البضاعة اللي تصرفت من المخازن على أنها مصروف وحيتم فتح حساب بقيمتها باسم تكلفة المبيعات وحيكون كود الصرف وهو من حساب تكلفة المبيعات بـ 100 ألف جنيه إلى حساب مخزون البضاعة بـ 100 ألف جنيه ونلاحظ أن حساب مخزون البضاعة في طريقة الجرد المستمر زاد بعملية الشراء وقل بعملية البيع وبالتالي رصيد الحساب بيكون مطابق باستمرار للمخزون الفعلي الموجود في المخازن نيجي بقى الخطوة الثانية لعملية البيع وهي تسليم البضاعة للعميل وهنا المنشأة سلمت البضاعة للعميل وحاصرت على مبلغ 150 ألف جنيه نقدا وهنا حنتعامل مع الخطوة دي على أنها إراد من عملية البيع وهيتم فتح حساب لإراد المبيعات باسم حساب المبيعات وهيكون كود التسجيل هو من حساب النقدية بـ 150 ألف جنيه إلى حساب المبيعات بـ 150 ألف جنيه وزي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن الحسابات الخاصة بالمصرفات والإرادات بتكون مؤقتة خلال الفترة المحاسبية وفي نهاية الفترة بيتم قفلها وتصفير رصيدها وبكده في نهاية الفترة المحاسبية حيتم إكفال حساب تكلفة المبيعات وحساب المبيعات في حساب ملخص الدخل واللي من خلاله حنقدر نوصل لمجمل الربح أو مجمل الخسارة وتعالوا نطبق ده على المثل بتاعنا ونبدأ أولا بكيد إكفال تكلفة المبيعات وهو من حساب ملخص الدخل بـ 100 ألف جنيه إلى حساب تكلفة المبيعات بـ 100 ألف جنيه وبعدين كيد إكفال المبيعات وهو من حساب المبيعات بـ 150 ألف جنيه إلى حساب ملخص الدخل بـ 150 ألف جنيه وبكده يكون حساب تكلفة المبيعات وحساب المبيعات اتصفى الرصيدهم ومش عايزهاره في المركز المالي ولا عيتراحوله للفترة القادمة أما بالنسبة لحسام ملخص الدخل فالجانب المدين من الحساب عيتحمل بقيمة تكلفة المبيعات بمبلغ 100 ألف جنيه أما الجانب الداين من الحساب فعيتحمل بقيمة إرادة المبيعات بمبلغ 150 ألف جنيه وبالتالي عيصبح رصيد حسام ملخص الدخل داين بـ 50 ألف جنيه يعني عبارة عن مجمل ربح وبالتالي حيذاود حقوق الملكية في بعض المصرفات المتعلقة بعمليات شراء وبيع المخزون والجزئة اللي هتكلم عنها النهاردة هي مصروف نقل البضاعة من محل أو مخزن البايع لحد ما توصل لمحل أو مخزن المشتري والسؤال هنا هو مين اللي بتحمل تكلفة النقل؟ البايع ولا المشتري؟ دا بيكون حسب الاتفاق اللي ما بينهم فلو كان الاتفاق هو التسليم محل البايع فده معناه إن المشتري هو اللي هيروح يستلم البضاعة من مخزن البايع وبكده هتبقى البضاعة في عودة المشتري من لحظة الاستلام وبالتالي المشتري هو اللي هيتحمل تكلفة النقل لحد ما توصل البضاعة للمخزن بتاعته أما لو كان الاتفاق هو التسليم محل المشتري فده معناه إن البايع هو اللي هيروح يسلم البضاعة عند مخزن المشتري وبكده هتفضل البضاعة في عودة البايع لحد ما يسلمها للمشتري وبالتالي البايع هو اللي هيتحمل تكلفة النقل وتعالوا نشوف المعالجة المحسبية لتكلفة النقل تبقى لنظام الجرد المستمر وهنا تكلفة النقل هيختلف معالجتها مع عمليات شراء البضاعة عن عمليات بيع البضاعة ونبدأ بمعالجة تكلفة النقل مع عمليات الشراء واللي فيها بتكون المنشاة هي المشتري وهنا بنعتبر تكلفة النقل من ضمن تكلفة شراء مخزن البضاعة وبالتالي هيتم إضافة تكلفة النقل على حسن مخزن البضاعة وتعالوا نشوف مثال قامت المنشأة بسدد مبلغ خمسون جنيه نقدا وذلك نظير نقل البضاعة التي تم شرقها حيث كان الاتفاق هو التسليم محل البايع يبقى هنا النقدية قلت في خزينة المنشأة والتكلفة شراء البضاعة زادت ويبقى القيد هو من حساب مخزون البضاعة بخمسون جنيه إلى حساب النقدية بخمسون جنيه أما بالنسبة لمعالجة تكلفة النقل مع عاملات البيع واللي فيها بتكون المنشأة هي البايع هنا أنا اعتبرت كلفة النقل من ضمن مصروفات البيع والتوزيع وبالتالي هيتم تسجيلها في حساب مصروف البيع والتوزيع وتعالوا نشوف مثال قامت المنشأة بسدد مبلغ خمسون جنيه نقدا وذلك نظير نقل البضاعة التي تم بايعها حيث كان الاتفاق هو التسليم محل المشتري يبقى هنا النقدية قلت في خزينية المنشأة ومصروف البيع والتوزيع زاد ويبقى القيد هو من حساب مصروف البيع والتوزيع بخمسون جنيه إلى حساب النقدية بخمسون جنيه وبكده تكون خلصت حليتنا النهاردة أتمنى أكون قدرت أوصل لك الموضوع بطريقة سهلة وبسيطة ولو أعجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير ولو أنت لسه مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر